طيب النهاردة في الحقيقة من ضمن الأخبار المهمة جدا النادي الأهلي شارك في المؤتمر العربي التاني للرياضة والقانون بتواجد طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والدكتور سعد شالبي المدير التنفيذي للنادي وكانت الجلسة الافتتاحية زي ما حرقكم شايفين كده على الشاشة المؤتمر العربي التاني للرياضة والقانون والمقام تحت عنوان العقود الرياضية وتسوية منزعتها محليا ودوليا وبصراحة حاجة مهمة جدا لأن يعني في بعض دايما الأمور اللي بيقى فيها جدل في الجانب ده تحديدا والمؤتمر ده نظامته المنظمة العربية التامية الإدراية بجامعة الدول العربية وبرعاة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعاون مع مركز كيمت للتحكيم الرياضي واتحاد الاتحادات الرياضية العربية والجامعة المصرية اليابانية العلوم والتكنولوجيا المؤتمر ده يعني بينعقد خلال فترة من 5 إلى 8 يونيو الجارية ومنقشة القواعد الحاكمة لعقود اللاعبين والانتقالات والوكالة عنهم كل دي أمور مهمة بصراحة وعقود الرعاية الرياضية والاستثمار الرياضي بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في الرياضة والقانون والتحكيم أكيد الكابتل محمود الخطيب النهاردة كان ليه كلمة مهمة خلال المؤتمر الصحفي ده أو من خلال هذا المؤتمر العربي التاني للرياضة والقانون والقانون تعالى